بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الرحمن الرحيم خطأ فادح وكبير جدا يفعله كثير من الناس في محل أعمالهم يدعي كذبا أنه مريض ليأخذ أجازة مرضية أو يزوغ يريد أن يزيغ أن يتهرب من عمله فادحي كذبا أنه مريض شوفوا الرسول قال عليه جاء حديث عن الرسول السلام هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح وله شهادة في السنة تقوي كثير وعديث خطير جدا تحذير لكثير من الناس يفعل هذه الفعلة ولا يعرف أنه ربما يمرد نفسه أو يمرد نفسه مورد التهلكة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تتمردوا فتمردوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا نعرف بقا من الحال الحديث ونشوف أدلة صحته يعني لا تتمردوا لو تتدعيش المرض وتتمرد وانت ما عندكش حاجة ربما يمردك فعلا وما تعدش استنى الموت وتحفر أبرك هتموت فعلا طب إيه أدلة بقا الحديث ده أدلة كثيرة جدا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث والحديث صحيح البلاء موكل بالقول وفي رواية الأخرى البلاء موكل بالمنطق يعني ايه كلام ده يعني في كثير من الابتلاء تلعبنا هتحصل لنا هتحصل لنا بالسن يعني كثير من الناس عندما تحدث لهم مصيبة يجزع ويأس من رحمة الله هتصيب لحظة يأس فيتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويجزع ويقول أقوال لا ترضي الله سبحانه وتعالى من يأسه فتتحقق هذه الأقوال البلاء موكل بالقول أو البلاء موكل بالمنطق أقول لكم بقى أمثلة كثيرة من السنة وقدلة صحيحة من السنة حديث في البخاري دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ليعوذى مريضا رجلا كبيرا في السن فقال له طهور طهور يعني معناها دايما يعني رسول صلى الله عليه وسلم من السنة الإنسان يقول لواحد مريض طهور معناها أن رب الله سبحانه وتعالى طهرك بالمرض ده من ذروبك فالرجل قال له إيه؟ قال له لا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طهور فقال له لا بل حمى تفور على رجل كبير أو على شيخ كبير تزيره القبور شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إذن نعم بدأ من أنت عايز كده خلاص فمات هذا الرجل في الصباح يعني بقول له انا ميت ميت فكان الرجل ده موت نفسه يعني كان هذا الرجل هو اللي موت نفسه بنفسه بالسانه فخلي بالكم فحظوكم بقى دلة كترة جدا من السنة يعني ازاي ازاي انسان ممكن عشان كده يعني في كثير من الناس يعني عايز ياخد اجازة مرضية عايز ياخد اجازة يدعي كذا من انه مريض او يغيب يوم يعني يقول له رئيسه انا كنت عيان هو ممكنش عيانه ولا حاجة او رباني عاييه فعلا خلي بالكم او يقول الرئيس بتاعه انا عايز ياخد اجازة انا تعبان انا عيان عندي كذا وكذا وفي بعض الناس او كثير من الناس ربما يعني يعمل شهادات مرضية مزورة عشان ياخد اجازات يعمل شهادات مرضية وهو مش عيانه ولا حاجة او رباني يعقب من مرض فعلا يا ربنا يعقب من مرض فعلا يعييه فعلا فعقول لكم قديلها كتير بقى بالسنة شوفوا الدليل ده في التفسير قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بمعصه وكانوا لا يعتدون كانوا لا يتنهون عن ممكن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون سيدنا عيسى عليه السلام وهو صبي حدث غلام عنده عشر اتنشر سنة كان بينفخ كما قال الله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتابة والحكمة والطورات والإنجيلة ورسولا إلى بني اسرائيل أن يأخلق لكم من الطين كهيئة الطيري فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرصة ووحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما يتأكرون وما يتدخرون في بيوتكم فسيدنا عيسى كان بيخلق من الطير يعني شكل طير ويشكل على شكل طائر من الطين وينفخ فيه بإذن الله فيكون طير وينبئ الناس أو ينبئ الغلمان اللي كانوا بيدرسوا معاه في الكتاب يقول لهم أنتم كانتم بارح كذا وكذا وكذا وأهليكم عملونكم أكل كذا وكذا فكانت الأولاد طبعا الأولاد يروحوا البيت يطلبوا من الأهليهم من الأكل ده فطبعا الأباء والأموات بيتعجبوا إزاي الولد عرف أن الأكل ده تعمل في البيت فمنعوا الأولاد الأولاد دول يروحوا الكتاب وقالوا لهم ما تلعبوش مع الساحر اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام يعني هم بيغذفوا سيدنا عيسى أبو العلي الساحر أنه بيعرف إزاي بيعرف الحاجات دي فسيدنا عيسى افتقدهم فجاي يزورهم في البيت فأهالي الناس دي أنكروا وجود الأولاد في البيت قال لهم هم مش موجودين يكون في وجوه في البيت أنا عايزة شوفهم وزورهم فأهل الناس دول قالوا لسيدنا عيسى عليه السلام مفيش حد جوه دول خنزير عارفين سيدنا عيسى قال لهم إيه كما جاء في الروائق قال لهم إذا نعم أو قال لهم نعم هم كذلك فدخلوا الناس أو دخلوا الأباء على فتحوا الباب لأم خنزير فعلا قالوكم بقى دليل تاني من السنة دليل صحيح من كتاب الله سبحانه وتعالى دليل عوضوك ده من كتاب الله فربنا كان ربنا مسخهم لأن مسخ الأولاد دول بسبب كذب أهلهم كما قال لهم مفسرون كما قال لهم مفسرون أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى اجعلني على خزان الأرض إني حفيظهم العليم فسيدنا يوسف عليه السلام مما طلع من السجن قال ل ملك مصر اجعلني على خزان الأرض إني حفيظهم العليم فأمر ربنا سبحانه وتعالى أخره سنة كاملة قبل ما يوليه عزيزية مصر كيجعله وزير الخزانة وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لو أن يوسف لم يطلبها لأخذها من توهة أو من فورة لكنه طلبها فأخره الله عاما كاملا قال لي ملكم يا سيدنا يوسف أفضل أهل الأرض يعني تقريبا كان أفضل أهل الأرض يعني هو فيش يعني هو سيدنا عقوب عليه السلام وكان هو حق الناس على الإطلاق بهذه الولاية لأن هو اللي شاف الرؤية اللي أنقذت مصر وهو فعلا أولى الناس بيها نبي كريم وهو اللي شاف الرؤية هو اللي أنقذهم ومع ذلك حشان طلبها بلسانه قال لي سيدنا قال لي الملك اجعلني على خزان الأرض أمر ربنا أخره سنة لو كان استنى ومتكلمش كان أخذها على طول شوفوا الكلمة بتعمل إيه دليل تاني لسيدنا الرسول على سلام في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ربي السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبق إليهن وأكم من الجاهلين فأمر ربنا عمل إليه سبحانه وتعالى تأخره السجن فعلا بسيطني يوسف عليه السلام عندما تكلمت تكلمت عليه النسوة وقال إيه وكان مهدد أن يخش السجن فبدا ما يطلب المعافاة قال له يا رب عافيني قال السجن أحب إليه مما يدعونني تم تقول تم تقول المعافاة أحب إليه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والذي نفسي بياديه لو أن يوسف قال المعافاة أحب إليه مما يدعون لعافاه الله سبحانه وتعالى لكنه قال السجن أحب إليه فأدخله الله في السجن حتى ربنا سبحانه وتعالى لا أحسين نصفه في السجن بالكلام ده قال يوسف سألتنا السجن فأدخلناك السجن ولكنت سألتنا سألتنا المعافاة لعافينك لكن قدر الله سبحانه وتعالى عشان إحنا نتعلم الكلمة بتعمل إيه لما نسى يذكر ربنا سبحانه وتعالى وقال له زميله اللي في السجن اذكرني عند ربك فربنا قال إيه فأنساه الشيطان وذكر ربه فلابيثة في السجن بضعة سنين نسى يقول يا رب وقعدت تفكيره كله مع الراجل اللي معه في السجن قال له اذكرني عند ربك هذه كلمة هي شوفوا كلمة بتعمل إيه فكتير من الناس يبقى عايز ياخد أجازة يجذب ويقول أنا كنت عيان ويبشر على نفسه ويكون وربنا سبحانه وتعالى يبتليه ويعييه فعلا يكون ربما يموت في هذا المرض خلي بالكم فكل إنسان يحذر لسانه البلاء وموكلهم بالقول يعني فيه واحد كان دائما يقول أنا حمود غريق أنا حمود غريق أنا حمود غريق حتى كان مشهور على موقع اللي تواصل فيسبوك فكان قاعد على كرسي من الكرسي الكلاسي الأسمنت المسبتة على الرصفان فجلات عربية كسرت الأصيف وطيارته ودزلته في البحر وغرق عشان كان أعمال يقول أنا حمود غريق أنا حمود غريق واحد من الممثلين واحد من الممثلين وفي جدع لذكر اسمه كان فقيرا في بداية حياته فخيرا كان بيعاني من شدة الفقر فكان بيأكل فول فالناس بتقول له يعني احمد ربنا على أن يعمل الصحة قال لهم ما مهمنيش الصحة أنا واستعد أن أنا أكل فوق يبقى معايا فلوس ويجي لي مرض خطير وبعض الناس قالوا يجي لي ويجي لي المرض الخبيس مرض الأيام فعلا وبقى من أغنى الأغنية بقى ممثل مصر الأول وجاله المرض الخبيس اللي هو طلبه ومات صغيرا في الأربعينات أنا نفسي لي قريبة كانت والدتها جال لها المرض الخبيس ومات بي فجال ما تقول أنا حعية زي والدتي أنا حاجي لي المرض الخبيس زي والدتي مرض فعلا جال لها المرض الخبيس كل واحد يخلي بالهم اللسان اوعى تجذب وتقول أنا عيان وانت مش عيان عشان تأخذ أو تعمل أجازة مرضية وانت مش عيان أو تجذب على رئيسك وتقول أنا عيان عايز أخذ أجازة وانت مش عيان أو تغيب وبعد تقول أنا كنت عيان وانت مش عيان زي ما بيعمل كتير أو كتير جدا من الناس كتير جدا من الناس بيتهرب من العمل بهذا العزر ويجذب ويقول فقال عليه فلا تتمرضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبركم فتموتوا اللي ده والعزو بالله بطر وافتراء على نعمة الله سبحانه وتعالى أنت رب أنت صحيح أنت صحيح تجذب على الناس وتجذب على رب العالم سبحانه وتعالى وتدعي المرض وأنت صحيح ربنا بقول وجعلنا بينهم وملنا القرى التي بارقنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالية وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارينا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق بسول السبق يبقى أهل اليمن أهل السبق اللي ربنا سبحانه وتعالى عزبهم كان ربنا مرفاهم وبيمشوا في قرى ظاهرة كلهم يمشوا شوية يعضوا هم مسافروا فيه ظليال قالوا سائمنا الراحة وسائمنا نحن عايزين نتعم وعايزين نتبهدل وعايزين الشام أمر ربنا سبحانه وتعالى قالوا ربنا باعد بين أسفارينا أمر ربنا سبحانه وتعالى فعلا باعد بين أسفارهم وإدهم لهم وعايزون يعرفين لما راحض يفترع نعمة ربنا وإننا زهقت من الراحة وزهقت من الفلوس ففيه أمثالك تلك جدا في السنة تؤكد هذا الحديث فخلي بالك عشان تكسيك جدا ويجب الناس بيعمل كده يعني يكون يجذب يقول لنا كنت تعبان وكنتش تعبان وأكثر الناس بتجذب في محل عملهم لكن بعض الناس برضو يجذب بدون سبب يقول لنا كنت عيان عشان يقول لنا كنت عيان عشان يقول لنا كنت عيان ومش عيان أو لحاجة عشان يتهرب أو يجل لنفسه عزر هتقول لنا نفسك كنت عيان وانت ما كنت شعيان ربنا هعييك فعلا وهتقول لنا هتكون السبب فانا هكتب لكم الحديث هكتب لكم حاول هكتب لكم الكلام ده في الوصف انسخوا ونشوروا النشر هذا المبيه الثواب العظيم ونعلم علمان في الله اجرم عاما بيام القيامة نقل زيلك من القليم شانتو شوش تفعيل الجرس والاشراك في قناة ليصلكم كل جديد والساعدين على الشرس والسنوات العربية قولوا الله يادر استغفر الله ليه لكم